ازاي حضرتكم عاملين كله تمام طيب انا عايز استأذنكم نتكلم على جانب من هالجوانب قطعنا فيه شوطه طريق طويل وما بنتكلمش عنه كتير لو صح الكلام مع انه هذا الجانب هو الاساس وراء صعود وتفوق الصناعة الالمانية وقدرتها الاقتصادية اللي هو ايه بقى؟ اللي هو المدارس الفنية التقنية المهنية الاخير مصر عملت ايه في هذا القطاع؟ وازاي نقدر نقول النهاردة ان احنا قطعنا شوط طويل في هذا الموضوع خليني انا ارحب بضفنا العزيز داخل الستوديو دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني اهلا بيك دكتور اهلا بيك فن ازاي الصح الحمد لله فن الحمد لله وحادك بالصحة والسلامة ويا رب تبقى سنة سعيدة علينا جميعا وانا بتخلم كنت بقول ان هذا الجانب احنا ما بنتكلمش عليه كما ينبغي وبما فيه الكفاية في حين انه الجانب ده تحديدا او الملف ده تحديدا هو الاساس وراء تفوق الصناعة الالمانية ومن ثم تفوق اقتصادها انا صح في الكلام ده ولا ببالغ؟ لا حادتك صح ابسعود لي صح تماما لانه الصناعة والاقتصاد عموما سوريا يعني بيحتاج سبع فنيين يشتغلوا معا ده بالنسبة للصناعة وقص على ذلك بقى في الانشطة الاقتصادية الاخرى الزراعة او السياحة او الاخره مش دايما درجة البكالوريوس او حتى درجة الدكتوراه لما الناس تاخدها يبقى انت ضمنت ان اقتصادها تقدم لازم العدد الكبير من الناس اللي بيقدموا الاقتصاد هم الفنيين اللي بيساعدوا السينيور سطاف في صورة المهندسين او اطباء او غيره ده موجود في كل الدين وده اللي حاصل في المانيا وحاصل في الصين وحاصل في كل الدول المتقدمة ومصر الحقيقة من الدول اللي فيها امل كبير او في حدوث تنمية اقتصادية لانها دولة شابة من ناحية التركيبة السكانية يعني لما اقول لحضرتك مثلا ان عدد اللي بيدرسه في مدارس التربية والتعليم تعليم فني قبل جامعي توب اتنين وثلاثة ملاعشرة مليون طالب ده بالنسبة لعدد السكان واحدة من اكبر النسب في العالم وتقريبا عشرة في المية من عدد دارسين ما قبل التعليم الجامعي بشكل عام المدارس السنوية في مصر يعني هم من ابتدائي حد تلتة سنة يعني ممكن نوعا كل عشرة في المية لكن انا بقارنهم احسن باللي بيدرسوا سنوية عامة لان التعليم الفني قبل الجامعي هو بصول تعليم سنوي تعليم اعدادي عدد قليل جدا فاحنا دايما بنقول ان خمسة وخمسين في المية من اللي واخدين الاعدادية بيروحوا تعليم فني وخمسة واربعين في المية بيروحوا تعليم سنوية عامة فبالتالي العدد اللي بقوله ده اكبر من عدد الطلاب اللي بيلتحقوا بالسنوية العامة حلو جدا هل احنا قبل كده او بالأدقة ده يجي سؤال احنا مكناش مهتمين بهذا القطاع زي دلوقتي ليه مصحدتك هو من سنة 2011 اولا التعليم الفني قديم جدا في مصر ميام محمد علي لانه محمد علي هو اول واحد انشأ مدرسة للهندسة ومدرسة للطلاعات البحرية لسبب بسيط جدا انه كان عايز يبني جيش فراجل عايز يبني جيش ويدافع به عن مصر ويوسع ده درجة محالة تركية فده محتاج مدارس ومحتاج تأهيل الناس في مجالات مختلفة فاهتم بالتعليم الفني قبل ما يهتم بالتعليم الأساسي لغاية لما اكتشف ان التعليم الأساسي ضروري لكل حاجة لكن اول مدرسة عملها كانت اسمها المهندس خانة 1816 اللي هي كلية الهندسة جميلة القاهرة دلوقتي فبالتالي التعليم الفني القديم قدرات المصريين ما هو الشعوب لها مسيمات معينة المصريين شطار في الاعمال المهنية اما تشوف اللي عملوه الفراعنة في بناء التمثيل اما تشوف تتعن خامول لابسه في رجله ده من الاف السنين مين اللي عمل ده ما فيه مش هجانب ناس مصري طبعا فبالتالي من ناحية السمات الشعب ومن ناحية الاهتمام التعليم الفني القديم عايز اقول حديثا بقى اللي حصل يعني الترباط السياسي اللي حصلت في 2015 يعني حصلت في كل المجالات بما فيها التعليم طبعا والحكومات القصيرة اللي جات بعد 2011 تيقنت الى اهمية التعليم الفني نفس اللي حدك بتقوله ده ان انا لو طورت التعليم الفني هذا لا طور الاقتصاد وطبعا الامال كانت اشتدت جدا وبقت الناس عندها امال كبيرة بعد 2011 ان احنا هنبقى دولة عظيمة واحنا نستهل نبقى دولة عظيمة فعلا ففي سنة 2012 احدى الحكومات مش فاكر حكومة مين يمكن شريف اسماعيل او ابراهيم بي محلب او خاجة لا ده كان في 2013 الاول كانت حكومة الدكتور حزم الببلاوي وبعد كده حكومة الموانسة براهيم محلب وبعدين حكومة الدكتور شريف اسماعيل الله يرحم اعظونا يمكن الدكتور حزم الببلاوي طلب من البنك الدولي انه هو يقيم حالة التعليم الفني في بصر تمهيدا لدراسة هل احنا قابلين نحتاجين نعمل حاجة في هذا الاتجاه ولا لا طبعا ده كان بعد التدهور اللي حصل اثناء سنة 2011 في كل حاجة فالحياة البنك الدولي بعت خبراء من جميع دول العالم بعضهم من مصر وبعضهم من امريكا وبعضهم من بلاد اوروبية وقعدوا في مصر سنتين وكانوا بيسألوا الناس الطلبة مدرسين المهندسين رجال الصناعة مع رجال الاعمال حوالي 700 سؤال وده يعني منهجية بيتتبعوها في جميع انحاء العالم لتقييم حالة التعليم الفني وبناء على اجابات اللي نسموه الاستيكهول اصحاب المصلحة في الموضوع على هذه الاسئلة بتتقيم حالة التعليم الفني والحياة نتيجة الدراسة ده هي النشرت في 2014 ايام ما كان بيتكتب الدستور بلجنة الخمسين فكانت النتيجة بتاعة هذا التقرير الحاسل بيه جدا جدا وهو انه التعليم الفني المصري بيركز على عدد الخريجين لكن لا يركز على جودتهم وانه الخريجين ما بيلقوش مصار سهل من المدرسة لسوق العمل وكمان ما بيقدروش يكملوا دراستهم التعليم العالي بسهولة مجموعة من وانه التمويل والحوكمة بتاعة نظام التعليم الفني مش جيدة فطبعا دي كلها حاجات حاجات سلبية وطبعا بما ان ده هو الواقع فده خلق صورة سلبية للتعليم الفني في مصر بحيث انه هو بقى بالنسبة لأولياء الأمور وبالنسبة للتلمزة اللي بياخدوا الأعداد يخلصوا مرحل التعليم الأساسي بقى بالنسبة لهم ده الاختيار نمرة اثنين الاختيار الاولاني ان انا روح تعليم سنة وعام عشان اروح الجمعة طبعا لو مش جايب مجموع ما قداميش غير التعليم الفني فبالتالي ده كان الوضع طبعا يعني كالعادة في مصر لما حاجة بتعملها جهة دولية الناس بتلقص في محاكتين لأذا الجهة الدولية مستقصدانا وناس تانية بتصدق الكلام الحقيقة انا من الناس اللي صدقوا هذا الكلام لان ما فيش سبب ان البنك الدولي يستقصدنا يعني ايش معنى ايش معنى مصر ولو عاوز يستقصدنا في النهاية خالص مانا لازم انظر الى الواقع بالضبط اذا ما كانش ده هو الواقع فكان انا وغيري طبعا يعني بالذات وزير التعليم السابق الدكتور طريق شوئي كان مصدق هذا الكلام كويس كده كان فيه بعض الناس بيشككوا فيه بيشككوا فيه من ناحية ايه لا احنا احسب من كده شوي ونفترض ليه ان احنا احسب من كده وانا لو عايز اصلح لازم اختل حاجة كما هي واناقش الناس بتقول البنك الدولي في هذا التقرير وده حصل بالفعل وبناءا على كده عملنا استراتيجية حطينا استراتيجية علشان تعالج الحاجات اللي هي موجودة في التقرير ده والستة الرئيس كان عارف عن هذا الموضوع في 2014 كان خلاص انتهت الفترات كلها بتاعة الترباط السياسية وكان اول حاجة كلف وزارة التربية والتعليم بيها هو انه اولا الاهتمام بجودة التعليم الفني وانشاء هيئة مستقلة لجودة ضمان جودة التعليم الفني اللي هي بتناقش أول حاجة الناس بتقولك انتو عندك قريجين كتير بس جودتهم مش كافية الشيء الثاني ان احنا قلنا طب نشوف المناهج هل المناهج دي حسد تبع المعايير العالمية ولا لا فطلح ان المناهج مش تبع المعايير العالمية وبتركز على المعرفة اكتر من المهارة وده بيعيب اللي كان بيعيب التعليم عيب رئيسي في التعليم الفني التعليم الفني أساسه المهارة ما هو ما ينفعش دي يبقى عملي بالزبط كده مش شوية ورقة بالزبط كده ما ينفعش يطالب في التعليم الفني يقرأ كتاب وبعدين يخرط على المكانة بالكمبيوتر او يطبخ او يطهو او يعمل حاجة زرعية ما ينفعش الناهج الوحدها تبقى كافية انها تكسبه المهارات بالعكس الكلمة اللي مش اخترعناها اللي العالم كله بيستخدمها اللي هو بناء المناهج على اساس الجدارات او بالانجليزي الكمبيتنسي الكمبيتنسي بيز ديوكيشن هو ده الترند في كل العالم هو ده المعيار العالمي للتعليم الفني فبناء عدنا بناء المناهج بدأنا طبعا مش هنهضر المناهج كلها نعملها في ساعتها فبدأنا سنة 19 بنينا حوالي 20 منهج طبقناهم في 100 مدرسة وسنة بسنة سنة 20 زادت المناهج دي لغاية السنة دي اللي هي 23-24 احنا بنكلم على 95 منهج اعيد بناءها على اساس الجدارات اللي هي المنظومة من المهارات والمعارف والسلوكيات المستدامة او المهارات المستدامة مهارات المستدامة يعني ايه؟ يعني ان الخريج بيحترم الوقت بيقدر يعلم نفسه بنفسه لما تتغير التكنولوجيا يقدر يتعامل معها ما يبقاش ثابت عند اللي تعلمه في المدرسة في نفس الوقت فبالتالي هذا التحول من المناهج من انها تبقى مبنية على اساس الكتاب الى مناهج مبنية على اساس الجدارات كان تحول مهم جدا جدا النهاردة احنا هنخلص في كل مدرس التعليم الفني وكل المناهج سنة خمسة وانشرين ان شاء الله وبالتالي تبقى مصر بقى تزي بقية دول العالم بقى زي الصين زي سنة عندي نفس المعيير بتاع الدول العالم بالضبط كتا زي ألمانيا مثلا ألمانيا بتعمل زي ألمانيا زي ألمانيا ألمانيا احنا بنعمل زيها تعليم مزدوج لكن طبعا الاقتصاد ما بيساعدش ان احنا تبقى عدد طلاب التعليم اللي يسمى تعليم مزدوج او النظام مبارك كول القديم منقدرش نعمل عدد زي ألمانيا لأن الاقتصاد بتاعنا مفهوش شركات أداء ألمانيا لكن احنا يعني بنعمل بدلها حاجة تانية نقدر نسميها تعليم مزدوج المصري ان احنا قلنا ان لازم الـ private sector او القطاع الخاص طبعا نساهم في عملية التطوير صح فبالتالي اقترحنا ان احنا نعمل معها مدارس طيب انا هستأزم هروح للفاصل وهرجع على النقطة بتاعة التشارك ما بين الدولة والقطاع الخاص في مدارس تقنية او فنية او تدارس تكنولوجيا تطبيقية وما الى ذلك هستأزنكم هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية مع دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ده حديث شديد الاهمية بجد استنونا اهلا وسهلا بحضراتكم وكل الترحيب بضفنا العزيز دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وكنا عند النقطة بتاعة التشارك ما بين الدولة من جهة وما بين القطاع الخاص من جهة علشان اعمل المدارس التكنولوجيا الجديدة هو ده حقيقي ده الحياة محور مهم جدا من محاول استراتيجية تطوير التعليم الفني اللي بدأناها سنة 2018 والحياة كنا بدأين على استعياء ومتخوفين ان القطاع الخاص والمستثمرين يكون مفيش ثقة متبادلة معنا اه وذا كان حقيقي لحد ما بدأنا بتلت مدارس وكان في مقاومة الى حد ما اه مش بس من المصانع ده من جملائنا ونسل في الوزارة القانونيين وكده انه ازاي تدي مدارس حجومية للقطاع الخاص يدرها هو مش كده هوي واحنا بندرها مع بعض فبدأنا بتلت مدارس مع شركات كبيرة لانه الشركات بتكون اولا اول حاجة تكون الشركة اه مقتنعة اما هي تشارك في تكوين الفنيين اللي هيشتغل عندها او عند غيرها من الشركات الممثلة فالشركة مثلا بتصنع على اجهزة المنزلية مثلا فبالتالي هتكون سعيدة جدا ان هي لو شركت في لو عملتها مدرسة لو تقدر وفعلا اول مدرسة كانت ما ضرقوا لأسهم الشركات انا عارف بس مش نعرف على الاسم الشهر لا مدام عارف خلاص فاول ناس شركة دي اللي تعاملت في النوفي بالزبط كده هم اللي بنوا للمدرسة هم دول عيلة محترمة اوي اوي يعني ما هو البداية ديا بتفتح النفس طبعا وكان معاها شركتين تانيين شركة في قطاع تشهيد والبناء وشركة في قطاع تشغيل المعدات الكاربية المولدات والترانسفورمرز والحاجات دي فبدأنا بعدد قليل من الشركات تلت 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 مدارس مدرستين من عندنا والمدرسة التلتة بنوها هم وبنوها بمبلغ يعني لا تتخيلوا 55 مليون جنيه في الوقت دا كان مبلغ طبعا انما المدارس التانية احنا اللي ادناها دي مدارس حكومية لسه ما كانتش فيها طلبة فشركنا المستثمر فيها وبدأنا نروج لهذا النظام بين الشركات الاخرى سنة اللي بعدها أصبح التلاتة دول أصبحوا 11 مدرسة وأنا متذكر كواس جدا أنه كان فيه إحدى المدارس كانت بتشتغل كان المستثمر بيشتغل الله يرحمه توفى برضو ومن نوع المدرسة الأولانية كان بيعمل اشتغل في تصنيق الحلية والمجوهرات فجاء يعني اتكلم معنا وقال أنا عايز اعمل حكاية طبعا هذا التخصص يعني الوزارة ما تقدرش عليه انت ما تقدرش تجيب دهب كمادة خام تشتغل به أو فضة لأنه في ورش الدهب والفضة العامل لما بيجي ماشي آخر النهار بينفضوا له دومه ويقف التراب اللي ينزل ده مش كتير هنا التراب ده هدل ده كان الحج مصطفى مش كده حج مصطفى بصراحة للراجل بصراحة ياخد حقه الله يرحمه يا حسن الي فده كان اهم شركة الحجة الضافية السنة اللي بعدها سنة الاسعة تاشر فبقوا 16 شركة والسنة اللي بعدها جات الكورونا سنة 20 فعدد الشركات قل شوية أظن سنة 20 كانوا 21-22 شركة لكن سنة 22-23 حصل انفجار في عدد الشركات النهاردة عندنا 76 مدرسة مع الشركات الكبيرة ستة بتسميها مدارس التكنولوجيا التطبيقية والحقيقة بعضها احنا طبعا عندنا جهات دولية بتساعدنا لما الجهات الدولية الجهات المانحة لقات ان احنا جدين في تطبيق الاستراتيجية والقطاع الخاص بيتشارك معنا فبدأوا يعني الميزانيات بتاعتهم لمصر تزيد جدا جدا في سنة 18 سيادة الرئيس راح ألمانيا ومضى اتفاقية مع ميركل بانه اتفاقية طويلة للمدى لتحديث التعليم الفني المصري ألمانيا ومصر ومشي الغاية دلوقتي ومشي العدد من السنين انه اولا التعليم المزدوج ندعمه وكمان نبني حاجات مدارس من نوع جديد بنسميها مراكز التميز في التعليم الفني في مجال الطاقة الجديدة والمتوجددة في مجال الانشاءات بحيث ان المصر يبقى عندها سنة 30 ده بقى بيخدم الشركات الصغيرة ومتوسطة مش الشركات الكبيرة لانه الشركات الصغيرة ومتوسطة مش كل الشركات هتقدر تعمل مدارس تكنولوجيا طبقية طيب هل يمكن عندي سؤال هتأكد منه المدرسة اللي أسسها الحجة محمود رحمة الله عليه والمدرسة اللي أسسها الحجة مصطفى رحمة الله عليه دي مدارس بتقبل بشروط شديدة الدقة صح وخصوصا انها مش له مصاريف 150 جنيه في السنة مس كده بلاش الاهم انك انت تستحق انك تدخل المدرسة دي صح يعني الطالب ده يخش المدرسة دي اللي هو يساعد ويهني حضرتك المجموع اللي بيجيبوا الطالب في الأدادية ويخش هذه المدارس يوديه بسهولة جدا التعليم العام وهو ده السبب الرئيسي في تغيير النظرة المجتمعية السلبية للتعليم الفني ان الطالب ووليه أمره هو اختار المدارس دي باختياره ليه لان هو أولا كثير منهم من الخارجين دي بيطلع يشتغل وكثير منهم بيطلع يشتغل بما هي عالية يعني محمد زك السويدي مثلا اللي هو استحاد صناعة عنده مدرسة في الضيارة بنجم وكان فيها مشكلة أول ما بدأت كان في ظرف انتخابات برلمان والناس يعني دخلوا في مدخل من اللي هو مش حلو يعني لا ده ده عشان ينجح في الانتخابات تب وإيه يعني عشان ينجح في جامعة الانتخابات بالمناسبة هو بيعمل خدمة للمجتمع كله بيعمل عملية دعم للصناعة يعني وإحنا اللي بنسمح للطالب إن يخش المدرسة لا لا يعني انتخابات هراش دعوة فمثلا خرج الطلبة خرج طلبة من مدرسة ديام في الضيارة عدتات الناس كل ما هو رقمي ده بيحتاج يا حضرتك بيحتاج ما هو ده بقى جديد إن التعليم الفني ما بقاش هو الحاجات التقليدية بتاعت النجار والسباك ده انت هنا طب انت بترقمنا العددات يبقى انت محتاج مبرمج طبعا يبقى انت يحتاج تكنولوجيا بدأت بقى مش بس المجال ده في حاجاتك كتيرة جدا بدأت تبقى فيه تخصصات جديدة لم يكن يسمع لها في التعليم الفني فبدأ يعني الرقمانة دي عادي اقول لها حضرتك البزات المدرسة ديان اللي هي بتاعت الرقمانة العددات ديان مرات الرئيس بايدن كانت هنا قريب من كم شهر جد كانت بتحضر حاجة في الأردن وبتحضر فرخ ايو وجئ وزارة مصر وزارة المغرب أعظم ساعتها اعم فوهي في مصر السفارة الأمريكية كانت بتعملها برنامج فجابوا لها حوالي يمكن أكتر من عشرين مقترح بمدرسة أو جمعة زرها فبصت فيهم كلهم واختارت المدرسة بتاع رقمانة العددات ديان تزرها لأن المعونة الأمريكية البرنامج المعونة الأمريكية بيرعى هذه المدرسة بيرعى يعني بيدفع فلوس من المدرسة التكنولوجيا التطبقية مع المشتثمر فعايز أقول لك أولا المدرسة كانت فتحة بعلها ثلاث شهور وبنات أولاد صغيرين أولا كانوا بيكلموا انجليزي أنا نفسي مكنش مصدق كانتوا موجود دكتور رضا أنا موجود وأنا موجود وميسيس بايدن موجودة وبالمناسبة دكتور بايدن هي دكتورة على فكرة بتدرس هي أستاذة بتاعة لغة انجليزية في أمريكا في ما يسمى بالكوميونيتي كوليجز كوميونيتي كوليجز هي التعليم الفني الأمريكي فبالتالي هي كأنها في المكان اللي يدرس فيه في أمريكا كان الأولاد بيتكلموا معاها بثقة مش موجودة في طلبة الجامعة ليه؟ لأنه هذه المدارس في مراقبة وفي متابعة مستمرة من أنه عدد الطلبة في الفصل لا يزيد عن 20-25 طالب مدارس كأنها مدارس تعليم فني مدارس نموذجية طبعا الكسافة في المدارس الأخرى مش عالية متوسط الكسافة في تعليم الفني أربعين طالب وفي المحافظات الحدودية يمكن توصل لـ 25 أو 30 صحيح لأنه أنا عارف نمازج من أبناء لأصدقاء وزملائلية لما بيجوا يقدموا في المدارس التكنولوجية دي ده يعني كأنه على قدم مكالة ناسا والله يعني المدرسة تحديدة متعادة السويدي والله ناسا بحد ما تكلمتهم يا جماعة الناس دي يفيش حد بيتكلمه كلام ده معايير متعلقة بالوزارة هو حضرتك هذا الكلام والأقبال مذهل هو ده كل ما كل مكان متاح في هذه المدارس بيقدم له بين خمسة وعشرة مخابرة ده بيعمل إيه؟ ده طبعا كويس جدا الطلبة دول هم المشتقبل وكتير منهم يخش الجامعة ده بقى بيعمل تغيير كمان إنه الطالب لما بيتخرج لو جات له شغلانة بما هي كويسة ما هي كويسة يعني زي اللي بيخدها خريج جامعة فبالتالي بيبدأ يفكر منقاج الجامعة شوي أو طبعا يعني لا وتغيير النظرة هستحنا هنا في مجتمع بتاعنا نظرة طبقية كده هنبقى نتكلم عليها هو الله نظرة مؤسفة يعني أنا عايزة أشكر حياتك جدا يا دكتور شكل جدا جدا وأنا سعيد جدا 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 بإنه حضرتك نورتنا وشرفتنا وقابلت تديلنا هذا الوقت وفيه وقت متأخر من الليل يعني أنا أشكرك جدا يا دكتور محمد شكرا يا فنم شكرا كل شكرا للدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني التعليم الفني ده للأسف الشديد كان زمان مفيش بيه اهتمام حقيقي ده من ناحية مكنش فيه جدية زمان من ناحية تاني ونظرة المجتمع كان عنده نظرة طبقية مقيتة أو الله وبالمناسبة هذه النظرة الطبقية اللي زرعها فينا زمان الاستعمار مع إنه الاستعمار نفسه ما بيبصش كده خالص خالص تسافر انجلترا مساء عسابين مثال سافر ألمانيا تسافر إيطاليا تسافر أمريكا سافر أي بلد لا فرق ما بين مواطن أو آخر إلا بإنتاجه أنت مواطن تنتج أنت مانتاش على عن المجتمع أنت باشا أو الله عندنا هنا بقى فهمونا العكس إيه؟ عامل فلاح يائي يائي مين ده بره بيكسابه قد كده يعني إيه ما أنا بدأ بص أنا عارف يونس هيقول لي خلفيتك اليسرية نقح عليك اليومين دول هرجع وأقوله القلب ينبض دما أحمر أقولك أكتر من كده إيه خلصت الحلقة لحد كده لا 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 أتفتكر أن احنا بكرة أجازة معاك احنا قاعدين نتكلم مع بعض بكرة إن شاء الله لو كلنا العمر بس السواني يكون موجود معنا حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة أما احنا لو كلنا العمر فهتقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات